اشتركوا في القناة وبالزيارة الرسمية الاولى للسلطان هيثب ابن طارق الى مصر واكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الاخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات واعقب ذلك توجه السلطان هيثب ابن طارق الى العاصمة الادارية الجديدة حيث تفقد جلالة السلطان مسجد مصر الذي يعد احد اكبر المساجد في العالم بسعة 107 الف مصلي كما تفقد جلالة السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية وهي الاكبر من نوعها بالشرق الاوسط دينة الفنون والثقافة اللي احنا في قلبها في الاوبراء الاوبراء مبنى الاوبراء ده نقدر نقول اكبر دور الاوبراء في الشرق الاوسط بحيث ان عدد المقادر موجودة بها حوالي 220 مقعد للجمهور ماشا كما تضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والاركستر الموسيقية والمكتبات والمتاحف مثل مدحف العاصمة ومدحف الفن موسيقى 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 موسيقى